بابا شلونك يسلمك وليدي الله يحفظك بابا بابا انا وصلت مرحلة بعد ما اقدر عيش ياكم بالبيت تعرف انت الاسباب وصلت مرحلة ما تقدر تعيش يانا ايه بالبيت طبعا شين السبب بابا بابا السبب هو اي ما اريد نحكي بالمواضيع تتعرفها يعني امي متحب جهالي و متحب مرتي وانا مرت مدلي لتعرف وهلها ندلي ليها و اهلها الطون اياها قالوا وكونوا اداروها يعني امي تقعدها بالسبع الصبح زين هي مثلا عبدة حبشية تقعد بالسبع الصبح زين انا بالدوام مدز لرسائل امك يتقعد بيه ثاني شيء البيت ضيق يا ابو انا بعد ما اقدر اعيش وياكم انا عدي الله رزقني تشنفلي سارد اعجر لي بيت وطلع حسنا انا ما عدي اشترمو لك غرحت لك ثاني شيء امي تحرفها الدب ما عيشوا ياها قد تم تحملها مو كل مرة وطقتها بالقورة بالهاي شبيدك تكتير ما تنحمل مرة ما تنحمل هذا قرار مبتخذ اوليدي احنا اتفقنا انا حتى اتجرت يعني انا جيت يعني بس اسلم عليك لا ما قصرت غرحت لك تعبت تعبت نفسي تعبت انا بدي امدز لرسائل مليئت ثلاثين سنة وتالي ما تالي تقل لي مرتي يعني انا همبت العالمي شون مثلا ابو يلو جايب لك ستشين لا بابا انا شعد غيرك انا مثلا راح اطلب لجوء بابا انا ما راح اطلب لجوء انا جيكم واجيب جهالي واجيكم بعيد وسعيد هستمو دائما تقول بعيد وسعيد هستمو طلعت عزلة من نهلك غير هاي تاليتها يا ابو يبفدوا اروح لك هستمو طلعت عزلة من نهلك امي انت نحمل موت يدر الدب ما يعيشوا ياها استغفر الله قلبي على قلب واليدي وقلب واليدي من الصخر روحوا اليدي الله يهنيك ان شاء الله بس وصي وصيك اياه لا تحكي على امك مره فاني هستمو طلعت علي قدام غربه يا ابوي هي امي وانا احبها الله احسك واحد يكره امي بس انا تعبت نفسيتي يا ابوي في دوره هستمو طلعتك كل شي ما اريدك ابوي كل شي ما اريد منك بس ادعى من الله ايوافقك ان شاء الله خلابوسك خلابوسك تعال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر